ترجمة نانسي قنقر نتاج حقيقي لدعم كبير تتلقاه الحركة الشبابية ومنتسبوها لتمكين الشباب ضمن أولويات العمل الوطني الدائمة حقق القطاع الشبابي نجاحا إقليميا ودوليا عبر حصول مملكة البحرين على المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية والثالثة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2023 بفضل السياسات الناجحة الموجهة للقطاع الشبابي والتي ارتكزت على تطوير منظومة المبادرات والبرامج النوعية والعصرية ومن بينها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي مدينة شباب 2030 البرنامج الوطني لامع بالإضافة إلى صندوق الأمل وسوق الشباب وبرنامج غاية ومنصة المتطوعين وغيرها من البرامج والمبادرات لقد أثبتت مملكة البحرين أن قطاعها الشبابي بات رائدا وتجربتها الشبابية متميزة بفضل العمل على الارتقاء بمراكز تمكين الشباب عبر منهجية اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية وبناء نظام إداري في تلك المراكز يكون محفزا وداعما للإبداع والتمييز علاوة على تعزيز ثقافة الانتمام في نفوس الشباب وتوفير فرص متعددة لهم من أجل قيادة المجتمع نحو التنمية والاستدامة إن هذا الإنجاز الجديد والفريد من نوعه هو تحقيق البحرين مراتب متقدمة على مستوى المنطقة في مؤشر تنمية الشباب العالمي 2023 سيمنح القطاع الشبابي دافعا قويا من أجل المضي قدما في تحقيق المملكة للمزيد من المراكز المتقدمة على مختلف الأصعدة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة